اشتركوا في القناة كيف تؤكد على مصدقيتها أمام العالم شاهدوا لقاء حصري لليلة عبداللطيف على قناة توقعات الأيام مرحبا حضراتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة مميزة ومختلفة مع سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وأجرأ حوار ومقابلة وأهم الأسئلة اللي بتتطرح لها دايما خليكم معنا لنهاية الحلقة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة ويريت لو أنت جديد معنا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول أجرت مجلة لها الإلكترونية مقابلة مهمة جدا مع المتوقعة اللبنانية ليلة عبداللطيف سيدة الإلهام ووجهت لها مجموعة من أبرز الأسئلة اللي دايما بتشغل بال المتابعين وأيضا غيرهم من الناس العادية اللي بيسمعوا توقعات ليلة عبداللطيف اسم ليلة عبداللطيف برس في الأوانة الأخيرة في مدينة توقعات وذعستها واشتهرت بقدرتها على إصابة الهدف وتحديد الأسماء وأيضا توضيح الإلهامات تعالوا نعرف مين هي ليلة عبداللطيف وأهم الاتهامات اللي بتوجه لها وإزاي ردت عليها وأول سؤال هو من هي ليلة عبداللطيف؟ بتقول ليلة عبداللطيف أنا الفتاة الكبرى لوالد مصري كان شيخا مفتيا في مسجد الأزهر في مصر وجاء بعثة إلى لبنان وتعرف على الوالدة وتزوجها توفي عن عمر ينهز لـ 47 سنة وكنت لا أزال في الثامنة من عمري تقول إنها لا تتذكر عنه الكثير لكن بتذكر بوضوح كيف كان بيتنا في بيروت يعجب الناس المصلين حيث كان الوالد يصلي من القرآن الكريم لعلاج المرضى وكان بيشعر ويحس قبل الأوان لكنه لم يرضى أن يكشف السر لأحد وكان بيرفض أن يرى لأحد ولازالت الوالدة بتستشهد بأنه كان بيسمع وقع دعسات جدي لأمي قبل ما جيئه إلى منزلنا في الليل كان بيأتي على حين غرى وبتقول إن المعجزات انتهت من أيام الأنبياء لكن أبي كان له قدرة الشفاء بتقول بدأت إلهاماتي إبان موت والدي كانت أمي تسألني أشياء وأجبها عندما قوم رأسي وتقول إن ما كنت أشير إليه بيصدق لكنها كانت بترفض أن تأخذني على محمل الجد كي لا أنغر كوني صغيرة ولا أدري ماذا يجري كنا وأخواتي متعلقات بجدي وقد جاءني الإلهام الأول البارز عندما قلت لوالدتي لماذا لن يعود جدي إلينا بعد الآن لكنها أكدت أنه ذاهب للحج وسوف يعود لكنه توفي في الحج وقد تفاجأت أمي وخالاتي بقدراتي هذه الحادثة الثانية كانت عندما أخذنا عمي للإصطياف في منطقة المشرف كنا فرحين بالبيت لكن كانت أمي تراقبني وأنا أتأمل المنزل وقد قلت لها إننا لن نعود إليه على رغم تأكيداتها وقد حدث ما قلت حيث توفي عمي ولم نصيف سوى مرة في بيتنا هذا وإيه لما تسألت لي العبداللطيف إزاي بتفسري حالتك دي؟ هل أنت بصارة أو بتمتلكين الحسة السادسة؟ فقالت لي العبداللطيف إنها لم تدرس علم الغيب مطلقا وقالت إنها ليست بصارة أو براجة أو عرافة أو مشعوذة هي بترفض هذه مسميات كلها بتقول لا أتنبأ لأن النبوءة للأنبياء فقط من يقول إنه عالم بالغيب فهو دجال وملاعب عندما شعرت والدتي بإلهاماتي عرضتني على عدد من الشيوخ الذين أكدوا أن حالاتي غير مألوفة وأنها نعمة من الله وليس من عمل الشيطان كوني طفلة صغيرة ولا أعرف شيئا عما حولي وعندما تزوجت أخذني زوجي عند علامة كبير هو الشيخ مصطفى الرفاعي وهو من بلاد الشام ويسكن في الخليج وقال إن قدرتي لا يعرفها أحد إلا رب العالمين وأكد لي أنها سوف تقوى كلما تقدمت في السن ويزيد حدثي ويتضاعف إلهامي بتقول إلا عبداللطيف أنا أؤمن بالإلهام فكيف يفكر المرء في حبيبه مثلا ولا يلبث الحبيب أن يهاتفه فجأة أو كيف يفكر الشخص في آخر ويراه يدخل الغرفة ما هذا السر؟ كل شخص بيننا عنده الحسة السادسة أو السابعة أحيانا لكن الإلهام القوي الذي عندي لا يخيب ويصدق ما بين 90% إلى 100% وأنا مسؤولة عن كلامي هذا وتسألت ليلة عبداللطيف على إيه بتستند وهل بتستعين بالتبصير أو الأبراج أو التنويم المغناطيسي أو بقراءة الفكر فقالت لا أؤمن بالأبراج أبدا صحيح أن علم الفلك موجود وهو يدرس حركة الشمس والكواكب لكن لا تأثير لها على حياة الإنسان فهل كل موليد برج معين لهم المصير والقدر والحياة نفسها؟ طبعا لا أحيانا يختلف حتى مصير التوائم الذين يولدون في الدقيقة ذاتها ويكون لهم قدر مغاير تماما عن بعضهم البعض حسب شخصيتهم أنا أؤمن بأن المكتوب على الجبين ما منه مهروب فالقدر يكون منذ تكويننا في أرحام أمهتنا ولا نستطيع تغييره إضافة إلى ذلك لا أرى أن مفهوم التبصير بفنجان القهوة له معنى واضح فهل حياتنا مكتوبة في قعر الفنجان بحبات البن؟ أما من حيث التارو؟ فكيف يكون مصيرنا متعلقا بورقة نفتحها وتكون هي ذاتها لعدد كبير من الناس؟ التنويم المغناطيسي تدجيل وكذب وقد حاول الكثيرون تنويمي ولم يستطيعوا أما من حيث قراءة الفكر فلو كنت قادر على ذلك لكنت قرأت أرقام الكريدت كارد وأرقام خزنات الناس وأخذت مالهم لا أستند على الشيء مطلقا بل أركز وأقول ما إلهامي وكلما كبرت ازدادت قوة إلهامي وقوة حدثي وتمكنت من موهبتي هذه وتسألت ليلى عبداللطيف هل بترى إلهام لشخصها هي؟ فقالت إنها في بدايتها كانت بتشعر بإلهامات لكن ما كانتش واعية لتفسرها وعندما خطبت للمرة الأولى في سن الثامنة عشر كانت بتعطي جهازها لأخواتها الصغيرات وده لأنها كانت بتشعر أنهم حيتزوجوا قبلها وقالت كان يقلقني الموضوع لكن لم أعرف كيف أفسره وبالفعل توفي خطيبي بمرض السرطان وتزوجت أخواتي قبلي وكل المستندات موجودة ويمكن التأكد من اسم خطيبي ومراجعة ملفه في المستشفى بعد فترة قرأت إن مطلوب فتاة تحب الموسيقى وقد توظفته في منطقة الحمراء في بيروت في مؤسسة تبيع الأسطوانات والشرائط وبعد ثلاث سنوات تزوجت من صاحب المؤسسة وهو خليج الجنسية ولي ولدان فهد وزينة وكنت دوما أردد لوالدتي والمحيطين أنني لن أتزوج لبناني بل خليجي لكن كنت أشعر بأنني لن أستمر معه سوى تسع أو عشر سنوات وقد توفي بعد عشر سنوات من زواجنا إثر إصابته بفيروس أما إذا كانت بتتواقع لمصير لأولدها وزوجها والمحيطين بها فقالت إنها لا تحب أن تركز على إلهامتها تجاه أولدها وبتقول لهم ألا يعتمدوا عليها وإنها اليوم موجودة وغدا ربما لا ككل أم قد يسألوني عن إلهاماتي العابرة لكن ابني تعرض لمشكلة صحية في عمر السبعة أشهر وجزم الأطباء أنه ينزف داخليا ومصاب بالسرع وسوف يموت رفضت الردوخ للأمر الواقع ولم أبارح المستشفى وبعد ربع ساعة من إقرار الأمر صادفت طبيبة مصرية وأنا أبكي على الدرج وقد عين الطفلي وقالت أنه يحرك أطرافه وسوف يعيش بعد العلاق وبعد ما قالوا لي أنه لن يعيش ابني اليوم عمره 25 سنة أما زوجي الحالي فلا يسألني عن مستقبله ولم يستعن بي سوى مرة فيما خص مرض والدته وقد صدق حدثي للأسف وتوفيت قبل انقضاء شهر أما أهم الأسئلة اللي بتتوجه لليلة عبداللطيف فهل هي محمية بقدرة خارقة؟ فقالت أنها في صدت تحضير كتابة عن حياتها لما فيها من أحداث بارزة وقالت أبرز ما فيها أنها في صغرها أثناء الحرب حدث أن قتلت قذيفة 14 ولد بيلعبه في منطقة زقاق البلاط في بيروت وكانت بينهم ولم تصب بأذى أو بخدش بل تطيرت شظايا علي ورآني الناس واقفة بين الدخان وقد صورتني جريدة وكلامي موثق واعترفت أنه للمرة الأولى بالشيء لن يصدق الأطباء مرت في بداية الثمانينات بفيروس التيفود وقد تساقط شعري وارتفعت حرارتي وبقيت في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت لمدة 23 يوم من دون أمل وقال الأطباء لأمي وأختي أنني أموت ولا مهرب لكن في الليلة نفسها رأيت شخصا في التسعين من العمر حافي القدمين ويرتدي معطف وقد أعطاني قطع من القطن داخلها مزيج مر عصر داخل فمي ولم أكن أستطيع منادات أختي وقد اختفى واستيقظت أختي ونادت الطبيب فوجد أثار للمزيج داخل فمي ولم يرد لنا خبرا عن مهيط هذا المر ولازلت في حيرة من أمري لأعرف من هو هذا الشخص ولم أتمكن من كشف هذا الغموض حتى الآن وبتقول إنها جاءتها ليلة القدر في صغرها ولم تدري بها فقد كنت في الثانية عشر من عمري عندما أبصرت الطبيعة صفراء اللون وشجرة الحامض وشجرة الكولونيا أمام منزلنا تتميل مع العواصف الشديدة واستغربت ذلك في ساحل بيروت من عواصف والشتاء ولم أكن أريد الذهاب إلى المدرسة فدخلت المطبخ وشربت الماء وأكلت كعكة ونمت وبينما أنا أتقلب في الفراش رأيت ظلاما حالكا فناديت والدتي التي أكدت لي أنها ليلة القدر مرت علي ولم أطلب أمنية وتأكدت بعدما رأت كوب الماء وبقايا الكعكة على طاولة المطبخ ولما سألوها كيف تعرف الناس لها والمجتمع وقالت إن في البداية كانت بتقول لصديقتها ما أرى لهم وتوسعت مع الوقت عندما جئت إلى لبنان منذ نحو ثمانية عشر سنة علم بي غازي في غالي وبدأت في محطة تلفزيونية هي MTV مباشرة على الهواء لمدة أشهر ولم أكن أستطيع السير على الطريق بسبب توافد الناس عليها وقالت إنها الوحيدة في الشرق الأوسط اللي بتجري مقابلة على محطة CNN العالمية وتكلمت عن إلهامتها في مخص العراق والحرب على بغداد قبل حصولها بسنوات ورأت مستقبل لبنان في تراجع قبل بداية موجة الإغتيالات وأكدت إن كسوف الشمس عابر ولن يشكل خطر وأصرت على عدم رؤية مصير صدام حسين داخل بغداد لكنه ليس في بلاد المنفع والعلم عند الله أنا إلهامي هكذا ولما تسألت ليلى عبداللطيف كيف تؤكد على مصدقيتها بعيدا عن التحليل والأبحاث اللي بيتهمها البعض بإجراءها فقالت إنه من المعروف أني قد وصلت إلى أربع رؤساء وملكين وملكين في العالم قابلتهم واستشاروني وصدقت إلهاماتي لكن لا أفضح مطلقا عن هويتهم كما عملت مستشارة لثلاث شركات عالمية وأنقذتها من كارثة انهيار الأسهم والبورصة العالمية بيقصدني رجال السياسة والنواب والوزراء وأصحاب الشركات ورجال الأعمال والفنانون وسواهم كما يقصدني أشخاص من المجتمع وقلت مرة لشخص بضرورة إجراء سكان لرأسه لأنني أرى بقع بيضاء داخل رأسه وهذا بالفعل ما أظهره الفحص فكيف لي أن أعرف ذلك ولا أفقه بالطب؟ أنا أشخص المرض بإلهامي ويستشيروني ويستشيروني طبيا مع أنني لا أفهم أبدا بالطب وإيه أكتر حاجة بتزعج ليلى عبداللطيف؟ قالت سرق التوقعاتي وتبينها من قبل الدجالين أتضايق عندما يقول لي أحد بصري لي فالبصار هو الذي يبصر ولا أحد يعرف الغيب إلا رب العالمين جميل أن يقال لي ما إلهام اكتجاهي؟ ماذا ترينا لي؟ متابعينا بكتا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة المميزة جدا عن سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف وأهم الأسئلة اللي بتتوجه ليها وأهم وأخطر إجابتها على الإطلاق عشان يكون كل متابعيها وكل الناس اللي بتحب تعرف توقعاتها تبقى على علم بحقيقة توقعاتها وحقيقة إلهامها بشكركم جدا على حسن متابعاتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة اكتبونا تعليقاتكم عن حلقة النهاردة وأشوفكم بكرة على خير ودومتم في حفظ الله ورعايته